اشتركوا في القناة انا نفسي كنت اتمنى اني احارب علشان وطن وفديها بروحية لكن ما جات ليش الفرصة وعشت فترة متضايق من اني راحت فرصة اني ادافع عن بلدي لكن لما ركزت لقيت ان الحرب نفسها اتطورت جدا وزي ما الحرب اتطورت اسلوب الدفاع عن البلد كمان اتطور واكتشفت ان كل واحد فينا ممكن يقف مكان المحارب ويدافع عن البلدي ايا كان مجاله سواء كان طبيب مهندس عامل او حتى قاعد على السوشيال ميديا وسلاحك دلوقتي مش بندقية مساكها وبتحارب عن حدوده بس سلاحك هو وعيك الحقيقي وعيك اللي بتقابل بيه كل شيء بتشوفه وبتتدوله وبتنشره الحرب دلوقتي بقى فيها التلات جهاد العدو واللي بيدافع عن بلده وطرف ثالث سلبي ما بيعملش حاجة خالص والعيان السلبي بيقدي نفسه دور العدو بالزبط يمكن اسوأ بيساعد من غير ما يعرف بيشير من غير ما يفهم من غير ما يدرك انه بيستخدم سلاح قوي جدا واسلوب جديد للحرب احنا مش وغدين عليه اعرف ان مكانك اللي انت فيه زيه زي المحارب تقدر تقدم للبلدي اهم واغلى شيء وتخلي كل ام شهيد فرحانة بالبلدي بعد ما ابنها استشهد وتخلي كل زوجة شهيد فخورة وهي شايفانة بنكمل مسارته وافتكر دايما ان اللي بيضحي وبيساعد الحق وبيبني وبيعمر في البلدي علشان تقوم من تاني هو ده اللي بيحارب بجد وهو ده اللي لازم كلنا نقف وراه وفي صفه حب البلدي بيجري فعرقنا بالفترة من غير محد يعلمه لنا وعشان نحافظ عليها مستعدين نكون بلد الميت مليون محارب علشان عيونها وتحيا مصر